النهاردة كان فيه اقتراح بتقدموا الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرفة التجارية بتقدموا لوزير التموين الدكتور علي المصرح الاقتراح ده مرتبط بالعيش اللي يتباع بره عشان بس الناس تبقى فاهمة كويس ما حصلش اي نوع من البلبلة العيش اللي بيتباع بره التموين اللي هو العيش اللي بالسعر الحر الاقتراح ده كان النهاردة انه يتيح للمخابز البلدية اللي بتقدم العيش المدعم إنها هتقدم عيش تاني تقدم خط تاني بسعر آخر بسعر تاني اللي هو بستين قرش للرغيف شعبة المخابس كانت بتقترح الستين قرش دي للناس اللي ما عندهاش بطاقة التموين اللي ما بتاخدش العيش على البطاقة واللي عايزين عيش إضافي عن الحصة اليومية يعني ممكن إنه والله أنا حصتي اليومية رغيف فأنا حاخد الرغيف اللي مكتوب على البطاقة اللي هو بشيلن وأنا عايز النهاردة مش عايزه بكرة عايزه النهاردة أو عايزه النهاردة وبكرة ومش حاخده تاني ممكن إنه عايز عيش إضافي فالرغيف ده يبقى بستين قرش أو سعر الحر للناس اللي ما عندهاش البطاقة يبقى بستين قرش